موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة نرحب بكم غاليتي في فيديو جديد دايما مع النشاط والحيالية في يومية شهر رمضان المبارك الفيديو تعال اليوم ان شاء الله ريحة تعجبكم درت لكم واحد المملاحة دايرة حالة في تيك توك على البالي ريحة تعجبكم وشو نقول لكم بزف بنينا شوفوا بديلكم الفيديو ديغاكتهم من الكوزينا شوفوا لغام كانت التحلية تعالبارح وشو نقول لكم عجبتهم هبلوا عليها تحلية تعالفارولا اللي ما جربتهاش راهي تراطي تلقاوها في الفيديو اللي فات الدخل و جربوها سهلة مهلة واقتصادي يعني ما فيهاش مكونات بزاف و بدون تعقيدات جربوها كامل حبيتكم تجربوها و تبعثوا لي التطبيقات تعكم في الانستغرام اليوم حبيبتي بديت المطبخ مبديتش ديك توما بالطياب نتوايت شوية مو عن كانوا فقط قبلة و هنا جيت نبدل البابير تاع الكوزينا تاع البوتاجي من هاد الكوزينا تاع البلان شوفوا هاد البابير كنت حكيت لكم عليها بزاف هاي الوصولي ديتو و شو هاد الجيهة كامل نخدم فيها بزاف و نشمخها بزاف شغل تقطع لي شوية قلت نعاود له و عاود تغير هاداك الفوق عني بسك كي ما شاركت معاكم كي غلفتو و درت دو كوش نحي تغير هاداك الفوق عني و بدلتو كي ما كم توفوا هاد الجيهة نقطعو عليها بزاف من ذاك ولدي يقطعوها كحباتينا ولا يقطعو خبز ولا يتوشيوها بالموس وهو لازم على بلك يقعد على بلك يقعد يقعد بابير و لازم نستحفظ عليه بعد ما كملت للسقطوم ملاح كنت ضغطت عليه بيانا نوجد بش ندار الفطار تاعي بالنسبة للفطار تاع اليوم ما رايح يكون بالبادنجل قعدوا معايا تشوفوا الوصفات جيدة بزاف بنينة شوفوا جبت اولا شوية تاع الافيانداشي هنا كانوا عندي دي مخصوط على البقري و انا نطحن فيهم كما على بلكم انا الافيانداشي نحب نوجدها في الدار يعني الافياند نرحيها في الدار ارحيت كمية غير قليلة كما كم شوفوا واحد تخوص سيكن تقع معا كماشي بزاف ارحيتها و حطيتها في هذيك المقلة و للمملحة رايح ندار الفيانداشي و ندار كمية كبيرة تاع البصل شوفوا هاد الحبة الكبيرة كاملا رايح ندارها معا مع اللحم و هذك اللحم المفروب مع البصل حيولي بزاف طريق كديرولو كمية كبيرة تاع البصل يجيكم الطريق و المملحات تاعكم ما يجيكم شناش فين كامل يجو طريق حطيت كامل الكوانتية تاع البصل مع الافيانداشي شوفوا هناني نوري لكم في الكوانتية شحال يعني كبيرة كمية البصل حطيت شيا زيت ملح و فلفل كحل و خلقتهم يتقلوا على نار متوسطة هذا بمسبة للحشو تاع المملاحات اللي رايحة ندارهم معاكم شوفوا مملاحات ولا ارواع متمنى تقعدوا معايا الاخر و تشوفوهم و تجربوهم سوختوه بسكو وصفة ناجحة و هذك الحبيبة الصغيرة تاع البصل اراني نرحي فيها كيف كيف رايحة ندار بها لاصاص تاع الطبق الرئيسي تاعي اللي رايحة نداروه بالبادنجال ندار مدربل مدربل بالبادنجال و نجمرو في الفوق قعدوا معايا تشوفوا الوصفة حطيت الطرف تاع الغنمي غير شوية مشي بزاف على بلكم ولادين ما يحبوا شريحتو بزاف قدرت شوية سمن معاها ذاك البصل شوية زيت ملح فلفل لكحل شوية قرفة مشي بزاف و شوية داع الكوركم انا ما كانش عندي قرفة عود درت شوية داع البودغ بسانتوا من الاحسن داعوا عود اذا عندكم حطيت الكوكوت تاعي فوق النار و قليت ملاح المهم تقلي و ملاح في هذه المرحلة تنقصوا النار وتقلي و حتى يدبال عندكم البصل ملاح كي تشوفوه الدبال ضيفو ملعقة صغيرة تاع المايزيناء و الناشاء و ضيفو شوية برق تاع المعدنوس يعطي لكم انجو هايل اللاصاص تاعكم بالنسبة اللي مدربة اللي رايحين نديرو فيه بينسو الحميصة شوفوه في هذه المرحلة ضيفو شوية ما برق و خلطوه باش هذي كالنكهات علي زي بيس و الماي زينا كامل تتخلط و بعدها ديرو الحميصة تاعكم و مرقو بالماء ما من الماء متمرقوش بكمية كبيرة باش تجيكم ابتتصاص جي تقيلة و تجي المرقة تاعكم جي بنينة غطيت عليها خليتها الطيب الطيب على النار متوسطة جيت للحشو تاعي اللي كان انا نزلوا سخون ضفتلو كمية مليحة تاع المعدنوس و قطع تاع الجوبن الطاري بنسبة المعدنوس في الحشو و انا نحب نخليها هكا في الاخير و نضيفوه باش يحافظ على النكهة تاعو و يحافظ على اللون تاعو الاخضر الجاميل شوفو هنا راه واجد الحشو تاعي هنا كنتوجد هاد الزيتون الكبير راح ندلكم ان شاء الله في الفيديو المقبل ندلكم به طبق هذا الحجم تاعو كبير نديرو في الماء و نقعد نبدلو كل ساعتين تلسواي هنا كين تفكروا هكا نبدلو الماء بشترح له كامل هذك الطعم تاعو المالح حطيتو دوكوتي هنا حندير المملحة تاعي بدرت تلكي سنتاعة تلاف عغين بنسبة الكاسة كموال فتوني لير في 240 مليلتر ديرو ملعقة صغيرة سكر و ملعقة صغيرة خميرة الخبز و ديرو نصف ملعقة صغيرة تاعب بودرة الثوم تعطي لكم الزوك هايل في هاد المملحة و ضيفو اربع ملعق زيت زيتون و دا ما حبيتوش ديرو زيت عادي هو من الاحسن زيت زيتون الملح يكون احس بالذوق خلطوا ملح و ديرو الملح و بعدها تجمعوا لعجنتاكم بالحليب يكون دافي ولا اسهل هاد المملحة شوفوا انا قدرت تلكي سنتاعة الفارينة كين قول لكم جتني واحد الكمية الله يبارك كبيرة احتى يعني مقدرنش ناكلوهم كامل قاعدولي دي جابالك غدوه ان شاء الله مما حش نبرتاجي معكم فيديو بس كي قاعدتلي الماكلة قاعدلي شوية مدربل و قاعدولي شوية هادوك المملحة محش نطيب محش نبرتاجي معكم باذن الله نريح نروبوزي الخميس والجمعة حتى السبس ان شاء الله و نحط معكم فيديو شوفوا جمعة العجينة ملح تحصلوا على عجينة طرية شوية خليوا هاد تروبوزي نص ساعة اللاصس تعي هي وجدة شوفوا اللون تها ضكا حنصفيها مشي تنحلها كامل هذاك البصال وهذاك المعدنوس وتولي عندي صفية جيت للبذن جلتاعي انا ما نقشروا كامل نقشروا جيه بجيه هكا بشي يجوني خطوط و نقطعو طوليا قطوه شوية خشين هكا بشي تقليوه يقعد شغل يقعد قمام ملحم تقدرو تقليوه كيما تقدرو تدهنوه ديرو دهنه بزيت سيتون و تدخله للفوق ثاني يجي يقوم دربل من اروع ما يكون يعني لي ما يحبش يقلي يقدر يشويهم كشغل في الفوق وش هو الدهنوهم ملح بالزيت انا اليوم رايح انقليهم صراحة شوفوا المون يتاع اليوم مهوش كامل صحيه كلش قليان في قليان بصح الاطباق جيت بغي ما بنينا شوفوا هناني نحمر في البذنجل لازم تعطولو هكا تحميرا و بعد جيت نوجد لاشا بلورتاعي لي كنت رحيتها قبل رمضان وجيتها معاكم تبلتها هنا صفيتها برك بش تجيني كما اقولوا رقيقة هنا العجينة تعيرو بوزت خليوها غير نص ساعة متخليوها شكتر من نص ساعة رايح انقسمها الى قطع صغيرة جيكم 15 انقطع تلت كيسان تالفار هنا جيكم 15 انقطع لازم تقطعوهم كما قلتلكم صغر متكبروش بزاف هنا نبدأ نشكل معاكم المملاحات شوفوا تحكموا القطعه وتحلوها هكا بالحلال تخليوهم يروبوزوا شوية بشجوكم سهلين في الحلال تحهم تحلوهم ارقاق شوفوا يعني راهي واضحة الصورة رققوا المكسيموم سختوا في الاطراف يعني في الاطراف حاولوا ترققوهم ملاحكا بالاصابع هم بتجيبوا الحشو تاعكم ليكون برد بيان على وجدناه اللول بش ياخد رحتو يبرد في عقله حطوا هكا ملعقة كبيرة تاع الحشو وديروه كشغل مثلث زيدوا شوية جبن طاري ولا جبن مبشور وش عندكم وغلقوا حبيباتي بهذا الطريقة شوفوا تغلقوا على حسب هذك المثلث تاكم كشغل راكوا تديرو في العرائش ثبتوا ملاح مهم جدا انكم تزيروا على العجينة تثبتوها ملاحكا بش ما تتفتحش معاكم في الطياب وتتحصلوا على هذ المثلث شوفوا يعني الطريقة بزاف سهلة وحبيبتي على ذكر العرائش تفكرت الحلوة تاع العيد حبيتكم تقولوا لي في التعليقات يعني وقتش حبيتو نبدالكم إن شاء الله حلويات العيد أسكو نخلي وحده يقعدو خمس أيام للعيد ولا عشرة أيام للعيد أنا مشي قبل من عشرة أيام قبل من عشرة أيام ما نقدرش نبدال في الحلويات قولولي إذا نبدالكم ونحطلكم مع الوصفات ستاع الحلويات عشرة أيام قبل العيد ولا خمس أيام خليولي في التعليقات شوفوا كيف شاني ينثبت فيها الدوز يماني نوريها لكم قربتها لكم مليح بشتيكم سهلة يعني هي سهلة بزاف وتجيبني نهجي مملحة شوفوا أنا اليوم حنقليهم دوك شوفوا الطريقة اللي حنقلي بيهم طريقة جديدة ويجو بناني جو عسل انتم ما تقدروا إذا ما حبيتوش تقلوهم تقدروا تطيبوهم في الطاجين ولا تقدروا تدهنوهم بصفر البيض ضيفوا لهم شوية جبنوه بشور من الفوق وتدخلوهم من الفوق يعني لكم الاختيار أنا اليوم ضربت زوج حبات البيض رايحة نغطس المملحة تاعيها كاف البيض اللي درت لهم شوية ملح شوية فلفل كحل بانسوق ثم نجوزهم في هذيك لا شعب لغلي كوت سيارتهم شوفوا يعني الطريقة بزاف سهلة دوبخة فرنس توجدوهم ديروهم كامل ثم بعد تبدو تقليو فيهم ديرو كمية قليلة على الزيت ما ديروش بزاف وحمروهم على الجهتين نصدقوني ما يشربوا الزيت ما يجو يقهموا يجو من الروع ما يكون وش هو حبيبتي يشبعوا يبارك كبار إذا كنتوا واحدة مع بولتا شربة خلاص تشبعوا يعني دوزين بلا تدوقوا وبرك ما تقدرواش كامل زيدوا تاكلوا موراهم زي بوخساكو تلكم إذا جربتوهم وكانوا أفراد العائلة تاعكم صغر ديرو نصف الكمية شوفوا أنا درت كيسان ثم ديروزوج كيسان ولا كصونس ديروزوج كيسان ديكم ملاحة جيكم واحد تبني حباتها كاكولات ساعة شوفوا أنا نحمرهم ملاحة كون تعرفوني نحب دايما حاجة محمرة مم أفراد العائلة تاعي حبوا دايما حاجة تكون بيان كوي كما قولوا شوفوا حمرتهم مع الجهتين ديروهم على نار متوسطة بشي طيبوا لكم بيان يعني هذيك العجينارة هي رقيقة تتفاصن ثم ثم طيب صح انتوا ما زيدوا عاونوهم في النار ما زيدوا لهمش بزاف وكيت نحوهم صفوهم ملاح على كل حال ما يشربوش الزيت يجو فغيمو من أرواع ما يكون ها ها هم ذوك تشوفوهم ان شاء الله في صحن التقديم وهنا بالنسبة المدربل تاعي هنا على اسوس طعبة قليت البادنجل تاعي وزيت قليت معه شوية بطاطا وراني نستف فيهم هكا في البلا تاعي شوفوه بالنسبة المدربل نغمال ما يجيب البطاطا بارك بلوتو غير بالبادنجل بصح انا عندي في الدار دايمن هذوك اللي يقولوا انا منحبش البادنجل ولازم لهم بطاطا على البال يكامل عندكم في الدار هذك النوع لان زيت شية بطاطا وحطيتوا يتحمر اني نحبوها كمجمر و هذك الحم نحبوه يعني يمد هذك اللون للضاغي دكتوفو كيفاش خرج المملحة تاعي راهي وجدة هنا الطابلة تاعنا حطيتها كي مولفتكم طاولها بسيطة متواضعة المملحة هاي لين تمنى تجربوهم يعني فغيمو جو خفافك تفتحوهم من داخل تحسوهم فارغين من داخل وفيهم هذوك الثقوب هكا يعني جو بزف خفاف و اهم شيء حبيباتي انهم ميشربوش الزيت يعني بزفك يشوفوهم مقليين يقولك بزاف القليان يتوم ميصدقوني ميشربوش كامل الزيت بالصح طاولتها اليوم ماهيش صحية فيها بزاف قليان حتى في الاخر بشرو ماركي تبليك فيها هناي البطاطا مقلية و البادنجل مقلي وزيد المملحات راهي مقلية واشو نقولكم طحنا غير على القارس اليوم فلا حبيباتي قد لكم مكملنا شكلينا كلش قاعدة المكلب بسك هاد المملحات فغيما يشبعو انتو ما مديروش هاد الكمية اللي درتها كامل انا يا خاصة اذا كانت العائلتكم صغيرة شوفو فتحت لكم هنا تشوفو الخفة والهشاشة فغيما يجو من اروع ما يكون نتمنى تجربوهم حبيباتي في الاخر نقول لكم خليولي لايكتكم كما العادة تعليقاتكم نحبكم بزاف صحة فطركم صحة صحوركم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته